ثانيا تدريس بنية المعرفة استفاد التربويون من أفكار بورونار في تدريس البنية المعرفية فهو يرى أن الطلاب ينبغي أن تدرس لهم البنية الأساسية للمعرفة بدلا من التدريس لهم مجموعة أساسية من الحقائق والمعلومات الثانوية ويرى بورونار أن البنية الأساسية للمعرفة هي المفاهيم المفتاحية المبادئ الأساسية أو التعميمات طرق البحث في المواد الأكاديمية على اختلافها ويعتقد بورونار أن تعلم أساسيات المعرفة يحقق للمتعلمين فهما أعمق كما أنه يشجعهم على البحث في المسائل وحل المشكلات بشكل مستقل أيضا يمكنهم من نقل أفكارهم التي تعلموها في موقف آخر كما يساعدهم على أن يتعلموا كيف يتعلمون وهذا أمر مهم للمتعلمين الذين يواجهون مرحلة من الحياة تتسم بالانفجار المعرفي